أصد الله أوقاتكم أيها السيدة والسيدات حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيلي في كثير من الأحيان الحصول على جوائز المرموقة لا يشفع أمام ضريبة المنى هذا هو حال الكاتب الأمريكي هاربر لي وروايتها الشهيرة أقتل الطائر المحاكي فما قصة هذه الرواية وما تفاصيلها ولماذا اعتبرت من الرواية الممنوعة نقدم هذه الحلقة كما العادة من خلال ثلاثة حكايات الحكاية الأولى من الأفضل أن تلتزم الصمت رواية أقتل الطائر المحاكي هي رواية كتبت عام 1960 للكاتب الأمريكي هاربر لي حيث عرفت نجاحا منقطع النظير فور إصدارها ولكنها تعرضت للمنع بعد ذلك حيث فازت بجائزة البوليكزر الشهيرة الأمريكية وأصبحت مرجعا أساسيا ومرجعا من كلاسيكيات الأدب الأمريكي والأدب العالمي الرواية مستوحات من ملاحظات للكاتبة حول عائلتها وجيرانها حينما تقع حادثة بالقرب من مدينتها حينما كانت تبلغ من العمر عشر سنوات تقول الكاتبة من الأفضل أن تكون صامتا خيرا من أن تكون أحمقا فالكتاب الذي يجب أن تقرأه ليس هو الكتاب الذي تفكر فيه بل الكتاب الذي يجعلك تفكر انتهى كلم الكاتبة نعم تفكر فالرجل الجيد والكتاب الجيد والمرأة الجيدة والمحام الجيد وكذلك القضية الجيدة تقول الحكاية التانية رواية من أجل الإنسانية رواية الطائر المحاكي هي لداء أو هي لداء استغاثة من أجل المساواة والعدالة ومنهبة العنصرية تروي الحياة في بلدة صغيرة وهي مكان سكن الكاتبة وهي قرية مونري فيل وهي بلدة صغيرة بألامة خلال سنوات الأزمة الاقتصادية والكساد الكبير وبشكل خاص عن حلقة يدافع فيها المحامي أتيكوس فينيش وهو رجل محترم في مجتمعه ونموذج للخير والإحسان يهم بالدفاع عن رجل أمريكي من أصل إفريقي متهم زورا باغتصاب مرأة بيضاء في إطار جنوب عنصر للغاية حيث يدان الرجل الأسود بسبب لون بشرته الدفاع عن الأمريكي الأسود اعتبر جريمة وسوف يجلب للمحامي أتيكوس العديد من الصعوبات والمشاكل مع جيرانه العنصريين وتحق ضده مؤامرة متوازية أخرى مثل الزج بطفلتين يتيمتين في الموضوع ورجل يعيش في بيته ولا يعرف عنه أي شيء منذ سنوات لكن حكاية منع الرواية تعود أنها يعني الرواية أطارت صراعات وقضايا مختلفة بين سكان مدينة جنوبية تدعى مايكون حيث تتجل المواجهة الساخنة بين الأغنياء والفقراء والصراع الطبقي على أشده بين السود والبيض وملاد الحركات المدنية للسود والدفاع عن مكتسباتهم ومطالبهم الرواية تستعرض بجلاء دور المحام الجي الذي يناضل مع قضايا مجتمعه رغم أنه يتعرض للخطر لكنه يدافع عما يعتقده وأنه عادل ويتم اختباره في الدفاع عن الخير في مواجهة الشام حكاية المحام النزيه تقدم الرواية شخصية أتيكوس وهو نموذج للنزاهة والجودة الإنسانية وهو محامي بطبيعة الحال ضد المحامين أو محامي الزور ومحامي البهتان والأفواقين والمتعيشين مع السلطة ومع الكذب والنفاق تقول الكاتبة على لسان بطل الرواية قل دائما قل دائما الحقيقة ولا تؤدي أبدا الآخرين ولا تصدق أنك أهم كائن على وجه الأرض تعرضت الكاتبة للتهميش بالسبب إصرارها على مواقفها المعلنة في الرواية وبنقدها السارخ للأوضاع داخل المجتمع الأمريكي وظلت منبودة تعاني الأمرين تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي عام 1962 بذات العنوان ولكن الكاتبة توقفت عن الكتابة حتى عام 2015 لتصدر رواية تانية مستوحات من أحداث الرواية الأولى الممنوعة للإشارة الكاتبة من موليد 28 أبريل 1926 وتوفيت في 19 فبراير 2016 عن عمر مناهز 86 عاما في روايتها الثانية اذهب وضع حراسة العنوان مستوحى من الإنجيل من الفصل 21 الآية 6 بالنسبة للرب قال مثل هذا وضع حتى يحمله ويحمله بما يراه تقول الكاتبة قبل أن تتمكن من العيش مع الآخرين تعلم العيش مع نفسك فإن ضمير الإنسان فإن ضمير الإنسان هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن تحكمه الأغلبية تقول الكاتبة قبل أن تتمكن من العيش مع الآخرين تعلم العيش مع نفسك فإن ضمير الإنسان فإن ضمير الإنسان هو الشيء الذي لا تحكمه الأغلبية مضيفة يا بني يا بني هناك أشياء كثيرة في هذا العالم أود منك أن لا تراها لكن هذا أمر غير ممكن فقتل العندلي أو الطائر المحاكي هو خطيئة خطيرة لأن كل ما يفعله ببساطة أنه يطرب آذاننا بالغناء نأتي أيها السادة والسيدات على نهاية حلقتنا من سلسلة كتب عالمية قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا وفلاشين يوتيوب وفارتجوا الفيديو مع صاحبكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا أن تنسوا الترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر